الزمالك كان أمس المستشار مرتضى منصور كان أرسل خطابة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للأطراض على عدم الحيادية في الحضور الجماهيري في القمة أمام حضراتكو كان أرسلوا للدكتور أشرف صبحي خلال الساعات القليلة الماضية باعترض فيه الحضور الجماهيري في مباراة القمة في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لمسابقة الدوري والمقرر لها غدا الأحد باستاذ السلام يمكن نص خطاب الزمالك أمام حضراتكو معالم مستشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سعيدني عن أهدي سياداتكم خالص تحياتي وتحيات مجلس إدارة نادي الزمالك سبق عن قيمة مباراة الزمالك والأهلي في الدور الأول بدون جماهير في استاذ القاهرة وفجئنا أن مباراة الزمالك والأهلي التي ستقام يوم 19 يونيو الجاري ستقام بجماهير حيث سيسمح لنادي الآهلي بدخول حوالي 4000 مشجع والزمالك حوالي ألف ونصف الألف مشجع وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص خاصة وأن المباراة الأولى أقيمت بدون جماهير وأن الملعب الرئيسي اللي بيستقبل مباراة الفريقين هو استاذ القاهرة وهو الملعب الذي أقيمت عليه مباراة الدور الأول ولذلك فإن أقامت المباراة على استاذ الأهلي هو أخلال جسيم من ببدأ تكافؤ الفرص يمكن بيان واضح وصريح أن لقاء الدور الأول كان في استاذ القاهرة بيتكلم فيه وبركز فيه مجلس إدارة نادي الزمالك وبركز فيه استاذ المستشار على نقطتين واضحاتين في هذا الجواب أن الزمالك والأهلي بيلعبوا في استاذ القاهرة الدولي وأن لقاء الدور الأول اتلعب في استاذ القاهرة الدولي وده ملعب الفرقين سواء نادي الزمالك او النادي الاهلي وما بدأ تكافؤ الفرص في الحضور ان المباراة الاولى كانت بدون جماهير خالص على الفرقتين وان المباراة التانية لما يبقى فيه جمهور يبقى عدد التذاكر والسماح للجماهير هنا هو عدد التذاكر والسماح للجماهير هنا بنفس الكيل او بنفس المقياس او بنفس المصطرة ان ما ينفعش لقاء دور اول من غير جمهور على الفرقين لقاء دور التاني يبقى هنا 4000 تذكرة هنا 1500 تذكرة ان عدد الجماهير تبقى مختلفة في لقاءات القمة لقاءات القمة خلينا نتكلم بأمانة لازم وانت بتعدي لها او بتنظمها لازم تبقى ماسك مقياس ومصطرة دقيقة جدا 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 المباراة لعبت في استاد القاهرة في الدور الاول لازم بنسبة كبيرة تلعبها في استاد القاهرة في الدور التاني الا بمفقة الطرفين عايز تعمل هنا جمهور 5000 لازم تعمل هنا جمهور 5000 الا ايضا بموافقة الفرقين النقطة الخلافية والنقطة الحساسة ان لازم تدي كل الافضلية للفريق ادي الفريق المنافس فالمستشار مرتضى منصور وطبعا بصفة رئيس مجلس الدارة نادي الزمالك وبصفة مدافعا عن الجماهير الزمالكوية والجماهير البيضاء ارسل خطاب للدكتور اشرف صبح وطلب منه التدخل ويعني ارسال هذا الخطاب الى رابطة انديت الدوري الممتاز والاتحاد المصري لكرة القدم وايضا لكل السادة المعنيين على تنظيم هذا اللقاء وهذا خطاب محق بلا شك لمجلس ادارة نادي الزمالك ولكل المسؤولين في نادي الزمالك ان انت بتطلب ان جمهورك وعدد تذكر جمهورك تتساوى مع النادي المنافس بلا شك اشتركوا في القناة